خطة فكي الكماشة مدعوما بالقصف العنيف كان التكتيك الأنجح لدى قوات الأسد بعمليات التقدم السابقة تكتيك تحاول الميليشيات الأسدية والإيرانية والعراقية تطبيقه في أحياء القابون وتشرين وبرزة والتي تعتبر العمق الاستراتيجي لغوطة دمشق فبعد أن نجحت هذه الميليشيات بفصل حي برزة عن القابون وتشرين وبالتالي محاولة تسيره على سكة التهجير القصري رغم مقاومة ثورية استمرت لخمسين يوم كثفت طائرات الأسد والروس غاراتها على الأحياء انتقاما لتصدي الثوار لمحاولات تقدمهم بحي القابون المعركة العسكرية انطلقت بسبب النظام كان زاهب إلى عملية إخلاء قصري وتهجير قصري في منطقة القابون وبرزة والسبب السعي حول مخطط مصالحة تم إخفاق هذه المحاولة لدى النظام عبر افتعال مواجهة وخطوة استباقية من الثوار وكان لديهم إمكانية أن يدخلوا إلى عمق دمشق أوصلوا رسالة مفادها أن النظام غير قادر على حماية مدينة دمشق تعزيزات عسكرية استقدمتها قوات الأسد من القلمون ومحيط العاصمة استعدادا لهجوم واسع على أحياء دمشق الشرقية المذكورة فيما بات يعرف بمعركة الغوطة الكبرى معركة تروج لها ميليشيات الأسد وفيما يحاول هذا الشيخ وأقرانه من المدنيين الذين اضطروا لحمل السلاح دفاعا عن أرض وعرض في ظل غفلة أو تغافل عالمية تتطير صواريخ الفل وخراطيم التين تي الروسية شديدة الدمار على مدني الأحياء وتفرض عليهم ظروفا مأساوية تكثيف النظام للعمليات العسكرية اليوم في دمشق وعلى محيط دمشق هدفه المحافظة على البيئة غير المستقرة لأنه يعلم تماما أن البيئة المستقرة يعني أن هناك حل سياسي والحل السياسي يعني أنه لا وجود لنظام بشار الأسد في سوريا الجديدة العملية البرية الأسدية على هذه الأحياء لم تبدأ بعد رغم استكمال ظروفها غير أن سقوطها وهي التي لم يبقى بها حجر على حجر سيغير من ظروف المعادلة معادلة كانت قد شلت قبل أشهر حراك الأسد في العاصمة فيما ستشل حال نجاح الأسد بها حركة الثوار في ريفها بينما يتحاور الساسة على طاولات السياسة يستغل الأسد انشغالهم ويحاورهم وميليشياته المجرمة في ميادين القتال فيما يسطر المدنيون الأبرياء أروع مشاهد البطولة بالدفاع عن أرضهم لقناة الإخبارية علي تباب إسطنبول